كيك شوكولاتة لو اول مرة بتشوفوا القناة انزلوا تحت الفيديو اعملوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا زر الجرس على الكل اذا حابين يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة ويلا بينا على طول نبدأ الوصفة بتاعتنا في الاول انا حاب اعتذر جدا على صوتي لانه واضح اوي ان انا عند دور بارد الكيك بتاعنا هنحضره في الخلاط وبجده هيطلع معنا طحفة جدا اول حاجة معايا كوب ونصف من السكر هضيف كمان اربع حبات من البيض والبيض يكون بدرجة حرارة الغرفة هزود عليهم كمان معلقة كبيرة من الفانيليا وهشغل الخلاط واسيبهم بقى ينضربوا مع بعض لمدة خمس دقايق في الوقت بقى اللي البيض بينخلط فيه مع السكر والفانيليا عندي نصف كوب من الحليب هضيف عليه معلقة كبيرة من الخل هقلبهم بقى كويس قوي مع بعض واسيبهم بقى على جنب لغاية ما يتحول الحليب ده للابا الرايب الخطوة دي مهمة جدا ما تستغنوش عنها لانها بتفرق جدا في قوام وطروة الكيك بتاعنا هضيفه بقى على خليط البيض وهزود كمان نصف كوب من الزيت هرجع بقى أخلط كل دول كويس قوي مع بعض وفي المرحلة دي بقى مش مفروض نضرب كتير يا دوب دي اواحد بالنسبة بقى للمواد الجافة بتاعتنا عندي اتنين كوب دي اي هنخلهم كويس قوي هضيف كمان 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة ملح هسيبلكو برضو المقادية برجرامات تحت الفيديو في صندوق الوصف للناس بقى اللي هي بتحب تستخدم الميزان في الوصف آخر حاجة بقى معايا هضيف معلقة صغيرة من الناس كفين هيا مش هتخلي طعم الكيك خالص قهوة ولكن مهمتها انها بتعزز وبتبرز طعم الشوكولاتة هقلب بقى كل دول كويس قوي مع بعض وهنزل عليهم بخليط السوائل هنقلبهم بقى كويس قوي ونتأكد اني مفيش اي كتل خالص من الدقيق دي بقى الصينية اللي انا هقبس فيها الكيك هضيف معلقة كبيرة من الزيت وهمسح بها الصينية كويس قوي هنزل بقى بخليط الكيك وهوزعه كويس قوي في الصينية هندخلها بقى فرن يكون سايخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة فقط ده بقى بيكون شكل الكيك بتاعنا بعد ما بيخرج من الفرن هنختبره بقى بعض خشب علشان نتأكد ان الكيك بتاعنا مستوي من جهه مفوش اي عجين هو كده تمام قوي هسيبه بقى يبرد على جنب لمدة 10 دقايق بقى اي حاجة عندنا ونحاول نعمل بيها فتحات في الكيك بتاعنا عشان بعد كده لما نجي نسئ الكيك بتاعنا بالحليب يشرب الحليب بتاعنا كويس قوي يطلع معنا طريق معايا كباية من الحليب الحليب عندي يكون دافي لو حبه ممكن تضيفي على الحليب معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ومعلقة كبيرة من السكر انا هكتفي بالحليب فقط بعد ما سقينا الكيك بتاعنا هنسيبه بقى على جنب وفي الوقت ده هنبتدي بقى انجاه السوس الشوكولاتة بتاعنا هنحتاج 3 كوب حليب هضيف كمان نصف كوب سكر هزود عليهم اتنين معلقة كبيرة ونص من النشا هضيف كمان معلقة كبيرة ونص من الدقيق هزود عليهم اربع معالق كبيرة من الكاكاو الخام هقلبهم بقى مع بعض الاول على البارد وبعدين هرفحهم على النار بالنسبة بقى للفانيليا والزبدة مش هنحتاجهم دلوقتي هنرفع بقى الخليط بتاعنا على النار وهنقلب باستمرار لغاية لما الخليط يوصل معانا للقوام ده هنضيف بقى معلقة كبيرة من الفانيليا ومعلاقة كبيرة من الزبدة هقلب كل دول كويس قوي مع بعض وده القوام المزبوط اللي احنا عاوزين نوصله هغطي بقى الخليط بتاعنا وبعد ما يبرد تماما هدخله التلاجة لمدة ساعة لغاية دلوقتي الكل هيقول انها مهلبية لكن الاضافة اللي هتحولها تماما من مجرد مهلبية لكريمة طعمها غني جدا ومستحيل حد يقول انها مهلبية هنضيف كوب الا رابع من الحليب المسلج هضيف عليه كس كريم شنطي بتعم الشوكولاتة لو مش متوفر الكريم شنطي بتعم الشوكولاتة هنضيف بقى كريم شنطي عادي ونزود عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام هنضربهم بقى كويس قوي مع بعض لغاية لما يوصلوا معايا بالشكل ده بعد ما خليط المهلبية عندي جاهز خرقته من التلاجة وضربته شوية كده بالمضرب هضيف عليه بقى الكريم شنطي هقلبهم بقى كويس قوي مع بعض كده بقى خليط الكريمة بتاعنا جاهز هفردها بقى على الكيك بتاعنا بالشكل ده بالنسبة بقى للتزيين انا اخدت قطعة شوكولاتة ودخلتها الفريزر لغاية ما تجمدت معايا علشان اعرف ابشورها كويس قوي بالمبشرة وبقت معايا بالشكل ده هنبتدي بقى نزين الكيك بتاعنا وده بقى بيكون شكله بعد ما تزين معنا التزيين بسيط قوي لكن بجد بيفرق جدا في طعم الكيك بتحس بقى ان الكيك كله غرقان في الشوكولاتة شوفوا بقى كيك الشوكولاتة بتاعنا ما شاء الله طحفة جدا الكيك طاري جدا وهش قوي وغرقان في سوس الشوكولاتة بالرغب بقى من ان الكيك اقتصادي جدا وتقريبا كل مقادير ومتوفرة في البيت لكن بجد قطعة الكيك تحس انها مصروف عليها قوي كيك غني جدا وفاخر بجد كريمة طعمها غني جدا ومستحيل حد يقول انها مهلا بقى اذا عجبكو الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك بالهانة والشفاء مقدما واشوفكو ان شاء الله في فيديو جديد قريب باي باي اشتركوا في القناة